أكد مجلس الكنائس العالمي في ختام اجتماعاته بعمان موقفه الداعم للمحافظة على كنائس الأراضي المقدسة وجهوده الرامية باحتفاظ الكنائس بأملاكها وأوقافها وحرية إدارتها وخاصة في القدس بما في ذلك منطقة باب الخليل كما أعرب في بيان صادر عن شكره وتقديره الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني على جهوده في المحافظة على المقدسات المسيحية والإسلامية وهوية المدينة المقدسة ودع المجلس إسرائيل إلى التوقف عن سن القوانين التي قد تؤثر على مستقبل الوجود المسيحي في فلسطين من خلال استملاك أراض وأوقاف كنسية من دون الرجوع للكنائس كما أعرب المجلس عن شكره للجهود التي بدلها وما زال يبدلها البطريار كيريوس كيريوس توفلس الثالث للدفاع عن الكنائس وأملاكها وأوقافها في مدينة القدس الشرقية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة